في تقرير خاص للشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت اعتقالات نفذت من قبل عناصر هيئة تحرير الشام بحق مقاتلين من فصائل معارضة شمال سوريا لرفضهم الانضمام إلى التشكيل الجديد تقرير أكد أن الاعتقالات بدأت بعد يوم واحد من تشكيل الهيئة نهاية كانون الثاني الماضي بعضها طالت قادة من الفصائل التي رفضت الانضمام إليها وجرت الاعتقالات في كل من ريفي إدلب وحلب الغربيين من خلال نقاط تفتيش مكثفة نشرت داخلها الأسلحة الثقلة الأمر الذي أدى إلى عرقلة جزئية للأعمال الإغاثية وحركة سيارات الإسعاف بسبب تخوف الكوادر الطبية من وقوع حوادث أمنية وفق ما قاله التقرير وأحصى التقرير الذي حصلت قناة دار الإيمان على نسخة منه اعتقال 12 مقاتلا من المعارضة رفضوا الانضمام إلى هيئة تحرير الشام إضافة إلى اعتداء عناصرها على مركزين حيويين مدنيين واعتقل عناصر من الهيئة ياسر العبد القائد العسكرية في الفوج الأول من مكان وجوده في بلدة سرمدى بريف محافظة إدلب الشمالية كما داهمت في اليوم نفسه مكتبا إغاثيا مخصصا لرعاية الأرامل في قرية حزرابري في محافظة إدلب الشمالية والتي ذكرت أن عناصر تحرير الشام أطلقوا الرصاص عشوائيا أثناء اقتحام المكتب وصادروا جميع محتوياته مقاتلون من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي الذين يعدان قطبا جبهة تحرير الشام هاجموا محكمة دارة عزة التابعة للهيئة القضائية في الحركة ويتهم ناشطون ومعارضون تحرير الشام بأنها تمارس الغلو ضد فصائل المعارضة بينما توقع آخرون أن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم شمال سوريا قد يسهل هجوم قوات النظام على محافظة إدلب